خلي بالك هما جيل خليني برضو نتناقش في النقطة دي شوية لأن طبعا من خلال تصرحات الكابتن حسام البادري هو للمنتخب ظهر بهذا الأداء في مبارات كانت ليه بعض التصرحات زي على مستوى التجمع بس أنا قال لك أنا ما كانش عندي فترة كبيرة جدا لتجمع اللعيبة علشان أبدأ أحط فكري التقريبي أو الخطة المناسبة كان التجمعات كانت بعيدة جدا ويمكن حسبها قال المنتخب تجمع في خلال السنتين الفاتو تقريبا 20 يوم بس قال كمان على حالة الإجهاد اللي بيعاني بها اللعبين المحترفين في الداخل يعني لعبة النادي الأهلي لعبة تيراميز لعبة النادي الزمالج توالي المباريات الدوري مع مباريات أفريقيا ده كان بالنسبة لكابتن حسام بيقول أنه كان بالنسبة له عائق للزهور بمستوى جيد والجزء الأكبر كمان أنه هو يعني لسه كابتن حسام بيقول أنه لسه ما ظهرتش بصماته على المنتخب لأنه ما كانش فيه معسكرات ما كانش فيه وقت أنه يحط البصمة دي ده الأسباب اللي قال لك تمام هو كل اللي هو بيقوله كابتن حسام إحنا معترفين به وقلناه برضو يعني أنا فاكرا أن أنا قلته مع حضرتك أنه ظروف كورونا إحنا قلنا أن المنتخب قبل مباراة توجه قاعد سنة كاملة ما بيتجمعش ولا اللعيبة بتتقابل ولا فيه تجمع ولا معسكر ولا أي حاجة وإن الإرهاق والكلام ده كل دي أسباب موجودة ومعروفة وكلنا معترفين بيها بس برضو من الناحية المنطقية لا تؤدي إلى هذا المنظر المتهالك اللي أنا بقوله المتهالك لمنتخب مصر اللي هو طب إيه اللي حصل في مباراة جزر القمر وخصده ما كانش فيه بالعكس ده كان فيه كمان إجهاد وصفر وعودة يعني أنت فاهم قصدي يعني لابد أن يكون مش لازم نلعب وحش قوي فالناس تنتقدنا فنبتدي نطلع اللي عندنا يعني هو فيه من 100% فيه بعض التغييرات اللي عملها في التشكيل يعني أنا شايف أهو عمل 6 تغييرات 6 تغييرات دول يعني يغير الفرقة وانت ما بتغير بالزبط انت غيرت نصف الفرقة تقريبا وخمسين في المية فالخمسين في المية دول إحنا اللي عايزين بقى أنه يبقى يتوصل إلى تشكيل معين اللي هو ده يعتبر التشكيل الأساسي وما عدا ذلك بيبقى قطع غيار يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أنه ما بيتغيرش غير لو حصل إصابة حصل غياب للعب لسبب أو لآخر إنما الشكل اللي ظهر به المنتخب أمان جزر القمر برضو مش عايزين نقول أنه هو الشكل النهائي اللي عايزينه لأنه جزء من الوقت طب أنا عايز أعرف بقية المباراة المنتخب كان واقف على حيله بس الناس بتقول دي مش دي المسطرة اللي نيس عليها المنتخب بالزبط يعني مش مباراة جزر القمر أول نص ساعة مش دي هي المسطرة لأنه برضو مفيش ضغط من الفريق المنافس اللي هو يحطك تحت ضغط مفيش ضغط الوصول حتى إحنا كنا نتأهلنا كمان بالزبط وبعين الدنيا كنت خلاص يعني أنت تقدمت بأربع أهداف والدنيا ماشي معك تمام الفكرة بس أنه الوصول إلى الهدف اللي احنا عاوزينه هو تكوين منتخب له ملامح واضحة وشغل باين وده على فكرة أقل حقوق الناس الجمهور أنا مش بتكلم هنا بقى على إنه ممكن بعض النقاد أو بعض الخبراء يبقى لهم وجهات نظر فنية بس برضو لازم أستفيد منها كمدير فني ما ده اللي هكلم مع محضرتك أنت شايف من شخصية الكابتن حسام البدري إنه هو يعني بلغة البلد كده بيزعل من الانتقادات أو بياخد على خطره إن حد بينتقد المنتخب بصورة أو بأخرى حسينا في بعض التصريحات حتى بعد مباراة جزر القمر تلع قال كان فيه حملة لي كان فيه حملة على المنتخب بيه الناس بتهجمنا بشكل دوت بتحس إنه هو الأمور بالنسبة له لازم تكون أهدى شوية في عملية التعامل مع السوشيال ميديا ومع النقد إنه هو مدرب كبير عنده خبرات كبيرة جدا كلنا سوبرت لي لكن لما بيكون فيه شكل مش مش حلو المنتخب على فكرة جابتن جاري حضرتك حضرته أكتر واحد أكتر واحد تاجم ده حقيقة كوبر تاجم حسن شحاتة تاجم مع حفظ الألقاب للجميع إنما طبيعي جدا طالما بتشتغل في مكان عام أو في عمل عام وبالذات كرة كرة القدم كرة القدم اللي هي إيه إنت بتاخد رأي الناس برضو ما بقولكش اعملوا بس على الأقل يعني استفيد من اللي ممكن يتقال آه معاك ممكن يزعل طبعا يعني ممكن في ضغوط معينة يشعر بإن فيه نوع من أحيانا يشعر بإن فيه استهداف لشخصه لكن أنا بأكد بالنيابة عن مش هقول بالنيابة عن السوشيال ميديا بس على الأقل بالنيابة عن النقاد أو الإعلام اللي هما بيطلعوا يتكلموا كلهم طبعا نفسهم إنه كابتن حسام البادري ينجح ينجح لكن الألق اللي عند الناس من إيه إن أنت بتلعب النهاردة في المجموعة دي الفرق اللي معاك مستوياتها ليست بالمستوى المرعب أنت عندك بعد كده تصفيات كاس عالم فيه التلات فرق اللي حذرك ذكرتهم أنجولا ليبيا الجابون مستوياتهم ممكن تكون أعلى نسبيا ثانيا بعدها كمان فيه جولة أخرى اللي هي جولة الحسم الحسم اللي هي تبقى بين عشر فرق اللي هم أنت هتقابل القوة الكراوية الكبرى عشان نقابل يعني إحنا برضو لازم يكون فيه بلان لازم يكون برضو إعداتي لازم يكون فيه بلان إن ان شاء الله من خلال التصفيات المؤهلة لكاس العالم إن حتى النتائج بتاعتك تكون نتائج إيجابية بفوز لأن كل فوز عشان التصنيف عشان التصنيف عشان لما ان شاء الله توصل كأول مجموعة تصنف من أول خمسة يعني انت بتتكلم على طبيعة تصنيف السنغال عندنا السنغال وجزائر والمغرب وتونس وعندنا فرع الكبرى قوة الكبرى فأنت لما تكون من دمن الخمسة دول هتقابل من الخمسة مش هقولك مستوى أقل بكتير لكن على الأقل تبعد حتى عن مباراة شمال أفرقم خلينا نكلم كل أمان دايما مباراةنا مع نصر أو جزائر أو تونس لما بتكون مباراة حسيمة بتكون مباراة عصبية على المستوى الجماهيري على المستوى الفني بتكون مباراة كبيرة فمهم جدا ان المشوار في تصفات كاس العالم ما يكونش شبيه بتصفات كاس الأمم النتائج بتفرق معنا بالزبط النتائج بتفرق معنا وكمان الثقة ثقة اللاعبين في عمد فوزهم دي مهم جدا يعني إحساس اللعيبة بعد فوزهم على جزر القمر مع التحافظ على بعض الأشياء إنما فيه انت كسبان أربعة صفر ولا إنك تبقى متعادل وطالع بشق الأنفس يعني برضو دي مسألة تفرق كتير جدا يعني أنا بقولك بقيت قاعد سعيق جدا وأعتقد كل المصريين كانوا عاديين سعداء بالمنظر الأفضل اللي ظهر عليه منتخب مصر صحيح وده أدف الجميع حد شايف تحبقه حد شايتكلم ليه إحنا مش عايزين أكتر من كده بس فهي الفكرة إنه الفترة اللي جاية لازم يبقى فيه خطة أو برنامج للإعداد طيب وفقا للأجندان الدولية طبعا يعني أي فترات توقف بس لازم كابتن حسام طبعا أكيد هيقعد مع المسؤولين في اتحاد الكورة ويبتدي يحط هذا البرنامج أو يكون حاطة البرنامج ويبتدي يشوف إمكانية اللعب والاحتكاك مع فيها قوية ليه عشان بادو يتجنب السلبيات اللي ظهرت فيه الفترة الماضية سطن اني